وهي تعيش أيام عيد الأضحى المباركة شهدت محافظة السليمانية دخول أكثر من خمسين ألف سائح من مختلف المحافظة العراقية لقضاء عطلة العيد إقبال كبير يأتي في ظل التسهيلات المقدمة حيث ارتفع عدد الوافدين بشكل واضح مقارنة بالعام الماضي واجبنا هو متابعة أحوال السياح وتلبية احتياجاتهم والحفار على الأماكن السياحية هذا العام شهد ارتفاع ملحوظ في عدد الوافدين من داخل السليمانية وخارجها أماكن سياحية متعددة قصد سواحة للاستمتاع بالأجواء الخلابة لطبيعة مدينة السليمانية من جبال وسهول وأنهار بالإضافة إلى ترحيب أهالي المدينة الذين استقبلوا زائرها بالورود بصراحة أنتوا الواجهة العراقية لتنطينا بسمة وفرحة أولا أن أجواءكم حلوة بالعيد ولا بغير العيد أنتوا لابسين الزيل حلو ودومكم أجواءكم كيف وسلطنة وونسة فإحنا ونستنا نصير لما نجي للشتمال أنا سائح عراقي من العراق من بغداد أنا جئت المصيف دوكان وخلصت امتحانات على مود أقضي ووقت جميل ويأهل أجواء جميلة جداً وكل إشراقية خصوصاً مصيف دوكان من منطقة سياحية سليمانية دوكان هي مثل ما يقول ومن بعدها أحمد آوة وعدة مصيف أكثر مصيف لقناة العراقية الإخبارية من السليمانية عباس خالد ترجمة نانسي قنقر